مرة أخرى يتوغل الخطر الحوثي في الطرق الملاحة الدولية وكالعادة ناقلات النفط السعودية هي الهدف من هذا التصعيد ورغم خطورة الموقف في جعل طرق التجارة الدولية في دائرة الخطر إلا أن المجتمع الدولي لا يظهر ذلك القدر من الاهتمام وهذا ما يرجعه الكثير من المراقبين إلى نجاح الميليشيا في تحييد المجتمع الدولي بجعل ناقلات النفط السعودية وحدها الهدف من هذه الهجمة وإن كانت الآثار هنا لا تطال السعودية وحدها على اعتبار أنها المصدر الأول للنفط في العالم وكثير من الدول تعتمد في احتياجاتها على ما يصل إليها من المملكة وهذا ما يجعل من التغاضي الدولي محل غموض أو ربما في تقديره أن الخطر لا يستدعمه الوقوف بالشكل الذي تعول عليه السعودية وهذا تقدير آخر يراه بعض المراقبين الملفت أن التصعيد الذي تقوم به الميليشيا عادة ما يصاحب تحركات المبعوث الأممي وكثيرا من الأحيان عندما يكون في صنعاء في خطوة قد يكون الهدف منها إظهار مدى ما تملكه من وسائل للخطر علّ هذا يحسن من شروط التفاوض معها خصوصا وأن تعامل المبعوث الأممي معها كقوة واقعية لا يسعى إلى تجريمها بقدر ما يسعى إلى شرعنة وجودها عبر عملية تفاوضية سياسية وأيا يكون الهدف من هذا التصعيد فإنه يكشف مدى خطورة إبقاء الميليشيا على مقربة من طرق التجارة الدولية ويجعل من أمر تحرير الحديدة أمرا لا مفر منه من أجل أمان الملاحة الدولية